موسيقى مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى نشرة الأخبار بداية تتواصل بالجزائر أشغال الاجتماع الثاني لنداء من أجل الساحل الذي ينظمه المجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي في شكل مناقشات عبر خمس ورشات تتناول مواضيع تتعلق بدور زعماء المجتمعات المحلية في مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف وتعزيز الصمود في وجه استمالة النساء والأطفال والشباب في منطقة الساحل نحو التطرف بالإضافة إلى دور رجال الدين والمشرعين في مجال سيادة القانون والمواطنة في بلدان الساحل هذا وأكد المشاركون أمس أن إشراك المجتمعات المحلية في الوقاية من التطرف العنيف والتكفل بالعوامل المؤدية إلى الإرهاب في منطقة الساحل يجب أن يكون في صلب سياسة حكومات بلدان المنطقة الرمية إلى الجزائف في السياق ذاته وبولاية وهران تختتم اليوم أشغال المؤتمر الدولي الموصومي بالسلوك الحضري وعي فعل وتعايش المنظم من قبل المجلس الإسلامي الأعلى وتميزت أشغال اليوم الثاني بمداخلات قيمة لمشايخة وإمة وكذا باحثون والجميعيون أثروا النقاش حول أهمية السلوك الحضري في بناء مجتمعات سليمة ورقية بعيدا عن العنف تقول نوال سبعين فراكي أهم ما ميز المؤتمر الدولي السلوك الحضري المنعقد بوهران تلك الجلسات العلمية والتي تم إثراؤها بمحاضرات قيمة تمحورت مواضيعها حول إنسانية الإنسان وكل ما له علاقة بالقيم والروابط بين السلوك الحضري والدين الإسلامي عنوان مداخلة هو السلوك الحضري بين أخلاق الشرق وإتيق الغرق المخرج لهذا العمل هو كيف نجمع بين الدين كسلطة روحية والقانون كسلطة مهمة الدولة أن تطبق القانون تمييز أولا بين الحضارة والفعل الحضاري على أساس أن الحضارة تنطلق من مشروع مؤسس وموجود ومبني أما الفعل فهو ممارسه الوعي بحقيقة الحضارة الإنسانية والتي مكمنها الفعل والعقل ثنائية تترجم بالسلوك الحضاري على أرض الواقع والذي يعتبر مرآة عاكسة للمجتمع نحن كطالبة استفادة جمة طيبة من العلماء والمشايخ كان الحمد لله رب العالمين مؤتمر ناجح فعال نافع كيف نرتقي بسلوكاتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإعلامية إلى مستوى راقي يكون منسجما مع ديننا الحنيف وأهدافه الكبرى ومقاصده يكون منسجما أيضا مع العقل محاضرات قيمة تبرز أهمية هذا المؤتمر الدولي الذي ضم خيرة الأساتذة المحاضرين الذين اجتمعوا على أرض الجزائر قادمين من مختلف بلدان العالم ولتفاصيل أوفة حول أشغال المؤتمر الدولي حول السلوك الحضري ينضم إلينا من ولاية وهران حمياء مصين مصين أولا أهلا بك هل تبلورت الرؤية بشأن البيانة الختامية للمؤتمر؟ نعم إذن هو اليوم الأخير من المؤتمر الدولي السلوك الحضري وعي فعل وتعايش المتواصل بالمجمع القطب عبد الحميد بن بديس بولاية وهران بعد الجلسة الخامسة التي تعقد في هذه الأثناء بعنوان طرق ووسائل تفعيل السلوك الحضري والجلسة السادسة والأخيرة المعنونة السلوك الحضري الخصوصية والكونية مع أقطاب العالم من المشايخ المفكرين والعلماء سيكون الموعد لتلاوة توصيات اليوم في ختامه التي ستكون على شكل بيان الجزائر من مؤتمر السلوك الحضري التي حسب مصادرنا ستركز بشكل كبير على الإسهامات الجزائرية في نصرة القضايا العادلة في العالم هذا ما لدينا وأكيد سنوافقكم بأكثر تفاصيل في مواعيدنا المقبلة نعم مصن شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات لتذكير فقط كنت معنا من باشرة من ولاية وهران حول تفاصيل أشغال المؤتمر الدولي حول السلوك الحضري جهود كبيرة تبدلها اتصالات الجزائر بولاية تندوف من أجل ربط جل الساكنات بالأليا في البصرية ذات التدفق العالية هذه الخدمة المجانية لقت ارتياحا كبيرا لدى المواطنين بينما يشارك مجمع اتصالات الجزائر ضمن فعاليات معرض مغار الدولي الاقتصادي بحثا عن خلصين للتواجد بالأسواق المورطانية خاصة والإفريقية عاما يقول أمار توكين يصلون الليلة بالنهار وعبر مختلف أحياء ولاية تندوف يعمد عمال اتصالات الجزائر على ربط جل الساكنات بالأليا في البصرية ذات التدفق العالي هذه أحد النقاط الإعلامية الموزعة عبر أحياء المدينة لأجل شرح امتيازات هذه الخدمة المقدمة مجانا للمواطنين شرف البلاد حاجة سريعة أحسن ما فعلوا الاتصالات الجزائر حاجة باطل قراتوي تدفع عراقيك تجيبو لك الموضم تركبوه باطل معناها المواطن ما يتكلفه شكاليف مالية والله وزيد الخدمة المقدمة لهم في ضرف يومين أو ثلاثة سعد عندك الخدمة تتياش بالمناسبة عرض مليحة بزاف والمواطن فرحان به جراءات تحفيزية مرفوقة بخدمات مجانية تقدمها اتصالات الجزائر خدمة لزبائنها المستفيدين من هذه الخدمة جبرت الإدارة قريبة للمواطن الحمد لله وهذه هي الجزائر الجديدة لنستحقوها وهذه نوع من المبادرة الثمرة اللي جبرناها من الجزائر الجديدة ومشكورين لله أنترنت من اللي يتفرج دير الفيديو ما يكتعش الحمد لله لتزويد المواطنين بخدمة الأليف البصرية الافتتياش حتى البيت وحتى تمكنهم الاستفادة من هذا العرض المهم أي صفر دينار جزائري للوصل بالإنترنت زائد 15 يوم مجانية ونشاء الله نأمل لتحقيق جميع أهداف المديرية العامة بتزويد زميع المواطنين للولاية بخدمة الأليف البصرية بدوره سجل مجمع اتصالات الجزائر حضوره دمن مجريات معرض المقار الدولي الاقتصادية دمن دراسة فرص للاستثمار في موريطانيا والأسواق الإفريقية مشاركتنا اليوم في صالون المقار الدولي الخاص بالتصدير نحو موريطانيا كان على هامش مشاركتنا الأخيرة بنواكشوت حيث تعتبر أول مشاركة لمجمع اتصالات الجزائر وهذا لدراسة السوق الموريطانية يعني هناك رؤية من أجل أن تكون توجه نحو السوق الإقليمية هي جهود كبيرة تبدلها اتصالات الجزائر للرقي بالخدمة العمومية المقدمة للمواطنين عرفت دورة فيفريل السنة التكوينية بولاية شلف استحداث 14 تخصصا جديدا يتماشى ومنتطلبة السوق الشغلي بالولاية موازاتا مع خصوصيتها وذلك بتجنيد القطع بموارد بشرية هامة من المكونين والذي استفاد الكثير منهم بالإدماج مهني ضمن مناصب شغل دائمة تقول كريمة الشبط باستعداد تام وجاهزية قاعدية استأنف ما يقارب الخمسة آلاف شاب مسجل جديد دروسهم التكوينية عبر جميع المؤسسات الموزعة عبر إقليم ولاية شلف متشعبين على تخصصات وجدوا في اختيارهم لها طريقا لولوج عالم الشغل هذا افتحيب أن ألقى حرفة نختم بها عندي أمي تبغي خياطة وتخيط تما قلت لي ديدي مهنة باش تعاملينها تحاقت جديدة في أمين المخزن نقرأوا على كيفية تخزين السلع والباضاء تحديات رفعها القطاع بالولاية تعدى تأهيل الجيد للمتربسين إلى ضمان أساتذة ذوي خبرة متكونين ضمن مناصب شغل دائمة كنت في العقود ما قبل التشغيل من بعد جيت مع القرار الترسيم الوزاري ترسمنا لنا عاليس في بلايسنا الحمد لله عملية تأطير وتمهين تتراوح بين النظري والتطبيقية استقطبت شباب الولاية باستحداث تخصصات تكوينية جديدة تم تخصيص بالنسبة للدورة هذه 9,687 منصب بيداغوشي بالنسبة للتكوين المتوجب بشهادة وكذلك التكوين المتوجب بشهادة تأهيل وبالنسبة للتكوين المستفيد من جهاز البطالة تم تخصيص 3,124 منصب بيداغوشي كينا بطعش تخصص اللي فتحناها جديد خارطة طريق مدروسة يسير وفقها قطاع التكوين بولاية شلفة وذلك بالاعتماد على النوعية في مضامين التكوين بما يتماشى مع متطلبات الشغل بالولاية في الذاكرة الوطنية وتخليدا لروحي الشهيد محمد العيشاوي صاحب الصياغة النهائية لبيان الفاتح نوفمبر نظمت مديرية المجاهدين وذوي الحقوق بولاية بومرداز قافلة تضم مجاهدين وأستيدة وطلبة جابت قرية إغري مولا بدائرة إواضيا أين وقفوا وقفة تدبر داخل البيت الذي حرر وطبع فيه بيان أول نوفمبر يقول ريض بن مهدي هنا بأعالي جبال جرجرة نجد في أحضان هذه الطبيعة الساحرة قرية إغري الإمولا سحر الطبيعة هنا يخبئ في ثنياه هذه الآلة التي ساغت بيان أول نوفمبر بأنامل الشهيد الصحفي محمد العيشاوي اليوم نحيي الذكرى الرابع وستين لاستشهاد قام من قامات الثورة التحريرية ويتعلق الأمر بالشهيد الرمز الصحفي ضابط جيش التحرير محمد العيشاوي ابن بلدية مصطفى بولاية ممردس اختيار هذا المكان من قادة الثورة التحريرية لم يكن صدفة فهدوء القرية وحفظ سر انطلاق الثورة كان المحفز الأمثل وتخليدا لمآثير من كتب مجد الجزائر قوافر تاريخية لترسيخ سير وبطولات كل من ساهم في تحرير الوطن دوليا الآن تحيي اليوم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ذكرى السبعة والأربعين لتأسيسها في ظروف خاصة يطبعها تصعيد القتال من أجل طرد الاحتلال واستكمال السيادة الوطنية على جميع الأراضي المحتلة ويستحضر الشعب الصحراوي في ذكرى تأسيس جمهوريته في السابع والعشرين من فبراي ستة وسبعين تسعمائة وألف يستحضر الرهانات الكبيرة خلال تلك المرحلة بعد انسحاب الاستعمار الإسباني إثر توقع اتفاقية مادريدا المشؤومة في الرابع عشر نوفمبر من عام خمسة وسبعين تسعمائة وألف وقد اجتاح الاحتلال المغربي الأراضي الصحراوية شهر أكتوبر من عام نفسه وإلى ذلك مزال الشعب الصحراوي يلملم جراحة ليبدأ معركة جديدة ضد الاحتلال المغربي إلى غاية اليوم في فلسطين المحتلة استشهد اليوم شاب فلسطيني وأصيب العشرات في سلسلة اعتداءات واسعة للمستوطنين في نابلس شمالي الضفة الغربية كما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق جراء الغاز السامي المسيل للدموع خلال استهداف قوات الاحتلال للمسئلة السلمية شرقي غزة تايما وفي اخبارنا الدولية وفي إيطاليا تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالتصدي لظاهرات الهجرة الغير الشرعية عبر البحر المتوسط في بيان لها عقب هلاك أربعين شخصا في حادث غرق قارب للمهاجرين قبل سواحل بلادها مشددة على أن ذلك يتطلب قبل كل شيء تعاون أكبر من دول المغادرة والمنشأة عودة إلى أخبار الوطن وفي الرياضة فاز أقول سهلة أمس فريق اتحاد الجزائر على ضيفه مارومو جالانتس الجنوب الإفريقي بنتيجة هدفين للسفر بملعب الخامس جوريا لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف وبهذا الانتصال يتصدل أشباب أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة المجموعة الأولى بسبع نقطة مشاهدين إلى هنا نصل معكم إلى نهاية هذه النشرة شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة برامجنا مستمرة شكرا على المشاهدة